الحديث عن إمكانيتي أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية المؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل لم يلقى صداً واسعاً أو ترحيباً كبيراً في الأوساط الدولية الاختراح الذي طرحه الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني ورئيس الوزراء البلجيكي أشار فيه إلى أن هذه الدولة منزوعة السلاح ستكون بضمانات من خلال وجود قوات سواء من حلف النيتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لكن الرد الإسرائيلي الرافض لهذا المقترح لم يتأخر إذ أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الكيان الصهيوني أن حكومته ترفض قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح بينما يؤكد سياسيون فلسطينيون أن من غير المقبول بأي شكل من الأشكال أن تقرر دول أخرى مصير الشعب الفلسطيني نيابة عنه بل من واجبها فقط أن تدعم الحق الفلسطيني لا سيما الذي تثبته القوانين الدولية وتنتهكها إسرائيل دون أي رادع ويقول خبراء في القانون الدولي أن إسرائيل ترفض انتشار أي قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة على الأراضي المحتلة بل إنها رفضت رفضا قاطعا المبادرة الأوروبية الكثيرة المتواترة لنشر مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين من دول الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة تحديدا وبحسب مراقبين للشأن الفلسطيني فإن مقترح دولة فلسطينية من زوعة السلاح يعني نزع السيادة عن الفلسطينيين أصحاب الأرض وتركهم فريسة سهلة لاحتلال يضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط ويستبعد الدول العربية من المعادلة وإنهاء القضية الفلسطينية لصالح احتلال صاحب تاريخ طويل في عدم الالتزام بتعهداته